حالة الهزيمة الأهلة أمام زيسكو؟ أنا بزعل قدامي النادي الأهلة على طول ما يجي يخسر أو يتعادل إحنا نادي بطولات ونادي أنا بقول للعيبة أنت بتتحمل مسؤولية كبيرة جدا اللي أنت شايل اسم بيشجعه ملايين سوى في دول العربية ولا في مصر زي نادي الزمالك مين المسؤول عن هزيمة زيسكو في المرش الأخير أمام زيسكو؟ لا أنا ببص الجزء الكبير هو الموديل الفني الجزء الكبير اللي أنا أولا أنا لازم أبقى درس المباراة 100% ولازم أعرف الأجوان اللي أنا أطلع ألعبها هو لو هو ما درس الحاجات المواضي اللي أقوى هو لعب أفريكي يعني مش أقولي أن هي أول تجربة أفريكية لا أول لعب ينج أفريكان تقريبا يعني خاد الخبرة الأفريكية؟ خاد ولازم هو أكيد تفرج وبتفرج لكن اللي أنا أعتمد على لعيب أو لعبين في النادي الأمرة ما حصلت يعني إيه أعتمد على لعيب؟ يعني هو الوقت عبدالله الصعاد مش موجود الوقت اللي بعتمد على رمضان صبحي هبتبلقوا رمضان صبحي احترف ولا حاجة وماشت أنا فين بس عمر الأهل اللي ما كان بعتمد على الأهل معني بقولك أنت بتقوله عمر إنه دي الأهلي بس إحنا الفترة دي أنا شايفها كده يعني أنت بتقلل من قدرات الناس اللي موجودة وليد سليمان، عمر جمال، إيفونة، حسام غالي، رامي ربيعة ما كولي دي لعيبك بقى؟ لا مش تقليلا بس فيه عناصر عندي لما بفتكره حسام غالي إما أنا فتقدت وماشر أنا اتنين وقعت لو أنت جبت الماشرات اللي فاتت إما وليد سليمان جي فترة بفترة ما بالعرش وقعت لما عبدالله السعيد دلوقتي مش موجود وقعت يعني دايما كانت مشكلة الأهلي في الفترة الأخيرة هلعب بمين؟ يعني دلوقتي النادر قال لي عنده عماد متعب عنده إيفونة، عنده أنطوي، عنده عمر جمال عنده لعيبة كتير جدا في رسو حرب عنده عمر السلية، خناءات، أحمد الشيخ، خناءات عندك صفقات، إيه إيه، يعني فرقتين عشان كده، فيه ماتشاط، ما أنت لازم تحمل جزء كبير جدا على المدير فن أنا عند القماشة كتير أهو عند الخمات كتير وعند لعابة كتير كويسة إيه المنع، ما أنا 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 صالح جمعة والكتير، اللعابة كتير، واللعابة كويسة جدا ومستوى عال ولازم أستفاد منهم، لازم أستفاد منهم ومش لازم أستفاد منهم في ماتشاط دور ممكن ندخل، زي ما بدخل، دخلت أحمد الشيخ كده وقت من أستفاد ماتشاط دخلت صالح جمعة، دخل، خل اللعابة يبقى في استمرارية إحنا ما ندخل، بنقول فين تسببات التشكيل، ما أنت برضو في حدود في عندك سببات تشكيل، لكن فيه لعابة عنده النهاردة مصاب فيه ليه البديل، البديل لازم أنا أعرفه اللي لازم ياخد فرصة، وفرصتك جات لك إيه وده اللي بنقول، إحنا زمان كنا بناخد منصدق لعيب لقدر الله يصاب أو ياخد انظارين عشان نبقى متوجدين مكانه اللعاب الوقت عبدالله السعاد مش موجود معنا أقول حسن عبدالله السعاد ما بلعبت، مش موجود رمضان صفعة إذا احترف أو سافر، لا فيه مشكلة لازم مابلة النادي الأهل المشكلة دي اللي المفروض العناصر ليه مش واخد فرصة ما يجيش بعد كده يشتك انت الفرصة جات لك، وبتجيلك، وهتجيلك بس لازم برضو تدور المدير الفني في الوقت ده لازم امتى ندخل عبده واستفاد منه